اشتركوا في القناة وهمية تبادل التجارب والخبرات ومد جسور التعاون مع الأجهزة الإدارية الداعمة لعمل البرلمانيين والاستغلال الأمثل لتقنيات الدكاء الاصطناعي وأشار أبو نجمة إلى أن تطور أنظمة العلاقات الدولية يتطلب مشاركة ممثلي الشعوب كأطراف فاعلة أو من خلال الدبلوماسية البرلمانية تكريسا للبعد الديمقراطي وانطلاقا من تعزيز التشاور والتعاون والتواصل بين الشعوب وممثليهم وذكر أبو نجمة الأمنتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين تحرصان بشكل مستمر على توفير بيئة تكنولوجية متطورة وأمنة تعزز من قدرة السلطة التشريعية في مملكة البحرين على ممارسة مهامها باستخدام كافة التقنيات الحديثة ترجمة نانسي قنقر